السلام عليكم أصدقائي أتمنى أن تكونوا بخير في هذا الفيديو سأحكي لكم قصة من قصة الصحابة قصة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السادسة من عمره بدأ يعيش مع محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يتأذب على يديه ويتأثر بعظمة نفسه وحين بلغ العاشرة كان الوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو سابق المسلمين صارت حياتهم منذ ذلك اليوم تطبيقا كاملا لمنهج الرسول وتعاليم القرآن حياة أولد صاحبها وتابعات الرجال فوق كتفيه ولم يكن الحياة لحياة علي بن أبي طالب حض ولا نصيب في لهو أطفالي فلا مزامير البادية قد تعود على سمع هذا الطفل كانت المقادير قد ادخرت سمعه ووجدانه لكلمات أخرى ستغير وجه الأرض فلم يتلقى أحد مثله آيات القرآن قد سمعها في فم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم مع بداية إسلامي شهد الفتى وهو طفل صغير المشاهد الأولى للدعوة المحمدية فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذر عشيرته الأقربين حينما دع الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته إلى طعام في بيته وحاول أن يتحدث إلى قومه داعيا إياهم إلى دين الله فقطع عمه أبو لهب حديثه وأمر القوم أن يقوموا ويتركوه والفتى علي بن أبي طالب ينظر إلى عمه مستغربا هذا الموقف العجيب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم اليوم التالي وقال لهم ما أعلم إنسانا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلي فمن يعينني على هذا الأمر فأعرض عن الرسول وهم بتركه لكن الفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهض واقفا وهو ما زال صبيا وسط هؤلاء الأشراف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله عونك أنا حرب على من حاربت كانت هذه الكلمات مصدر سعادة للنبي صلى الله عليه وسلم والسازأ بها بعض عشيرته وانصرف ساخرين دوره في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم صار له أنصار وأتباع من غير قريش ومن خارج مكة ووجدوا أن خروج أصحابه المهاجرين إلى أنصاره في المدينة قد لقي نصرة كبيرة فحذروا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم واشتمعوا في دار الندوة التي كانت قريش لا تتخذ قرارا أو أمرا إلا فيها اجتمعوا يتشاورون فيما يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم استقر الرأي على قول أبي جهل نأخذ من كل قبيلة فتى شابا ونعطي كل منهم سيفا فيضرب محمدا ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل تفرق القوم بعد اتخاذ هذا القرار ولكن الله نجى نبيه صلى الله عليه وسلم من كل شر فبعد أن أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بإلا ينام على فراشه تلك الليلة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب بأن ينام على فراشه ويتغطى بغطائه فنام علي رضي الله عنه مكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شجاعة نادرة فلما كانت عتمة الليل اشمع كفار قريش على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقبونه حتى ينام فيهجم عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشي نوفهم لا يبصرون سورة ياسين آية 9 ولم يبقى رجل منهم إلا وقد وضع صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا ثم ذهب إلى حيته أراد أن يذهب فأتاهم رجل ممن لم يكن معهم فقال خيبكم الله لقد خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجل إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته فأخذوا ينظرون إلى النائم في الفراش فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه جهاده في سبيل الله كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كل الغزوات مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبحث عن الشهادة ويشتاق إليها وفي غزوة الخندق كان له موقف عظيم مع ثارث قريش عمر بن عبد ود كان عمر بن عبد ود قد حضر معركة ببر الكبرى وضاق مرارة الهزيمة بعد أن جرح في المعركة فندر أن لا يمس رأسه علاج حتى يقتل محمدا وقد أخره جرحه عن خروج إلى القتال يوم غزوة أحد فلما كان يوم الخندق كان عمر بن عبد ود أول الفرسان المقتاحنين بخيلهم الخندق نحو المسلمين ومعه فوارس من قريش خرج عمر بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى من يبارز فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنا لها يا نبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمرو اجلس ثم نادى عمرو ألا رجل يبرز أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرزون إلي رجلا فقام علي رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وفي الثالثة أدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالمبارزة ولما مشي علي رضي الله عنه إلى عمرو يبارزه ضحك فارس قريش وقال لعلي رضي الله عنه ما كنت أظن أحدا من العربي يقف أمامي مبارزا من أعمامك من هو أكبر منك فوالله ما أحب أن أقتلك فقال علي رضي الله عنه ولكني والله أحب أن أقتلك غضب عمرو غضبا شديدا ونزل فجهز سيفه كأنه شولة نار وبعد وقت من المبارزة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن عبد ود فقبر المسلمون وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا كبيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حزا شديدا وظل ملازما لأبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف قدره ومنزلته ويشاوره في عضائم الأمور ولما أصبح عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين كثيرا ما كان يستنجد بفقه علي وبذكائه ويقول لو لا علي فهلك عمر ولما تولى عثمان رضي الله عنه شؤون الأمة الإسلامية كان يستشر علي رضي الله عنه ويستعين به إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه وتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة على الرغم من أنه كان لا يريدها علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يملأ الدنيا طهرا والسقامة لا يطمع القوي في باطله ولا يأس الضعيف من عدله كان رضي الله عنه يخرج كل من كان في بيت المال لمستحقين حتى إذا فرغ بيت المال يأمر أن تغسل أرضه بالماء ثم يصلي فوق أرضه المخصولة ركعتين كان زاهدا في الدنيا يرتدي جلبابا اشتراه من السوق بثلاث دراهن ويركب حمارا ويقول الدنيا لقد طلقتك ثلاثا فعمرك قصير ويعيشك حقير وخطرك كبير وحان وقت الرحيل أثناء خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صلاة الفجر إذا بعبد الرحمن بن ملجم يضربه في قرنه بالسيف وكان آخر مشهد في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عظيما فقد حمل إلى داره وإذا هو في لحظة استقبال الموت هذه يأمر حامليه والمجتمعين حوله أن يذهبوا إلى المسجد لصلاة الفجر ويلقي البطل العظيم على وجهه وجوه بنيه وأصحابه نظرة ويقول لهم بعد أن أمسك بقاتله أحسن نزله فإن أعيش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا وإن أمت فألحقوه بي أخاصم عند رب العالمين ولا تقتلوا به غيره إن الله لا يحب المعتدين وهكذا رحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه